وضوع مختلف فنيات 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 لا يعني حتى يعني اي مدير فني اختياراته ان الهوى الشوط الاولاني يبقى معاها ولا ضده دي عايزة دراسة عشان كده الهوى الشوط الاولاني كان مع الجون خطي بالك انت قفشة اه بيتعزم ويشوت تطلع في 3 كوة او 4 كوة لا دي مش عايزة هي مش عايزة تعزيمي لان الهوى كان معاها فعايز بس يتوجيه ويحط وش رجل دقوسة عمونسف كان بيلعبها من الجون احنا جبنا جوان كتير كده اه اه فقسكوا انا يا جب من الجون للجون والراحة كمان مكانش في الحزن مرة كان بلاعب من هذا الاتحاد في الدور الممتاز وكان هايزة المان واقف في حارس ماروو كان ضد والهوى كتواخد الشوط التاني معاها يجي الشوط الثابتة تطلع بره الـ 18 بأربع خمس كورة يعني كنت قايل السرد الباكات بتوعنا دي جونة ان هما يعدوا نص مرة لان الكورة مش توصل تمام يعني ليها تاكتك معاين في اللعب الكورة التانية الجونة التاني ليه الجونة كان فيه لاعب واقع من بيرامتس اه بس دي في اللعب اه اوكي بس ده سبب الخناع بتاعت عمر جابر اه هو بكار اعتقد اه محدش اشرار للكلام ده خالص الكبتر يعني محدش تكلم ان كان فيه هو ليه عمر جابر بعد عمر ما بيتنرفس عمر جابر ليه تنرفس بس هو أثناء اللعب لا ده من بداية اللعبة فيه لعب واقع اه ما طلعتش الكورة واستمرت الكورة وتم احراز هدفي يعني احنا اللي بنشوفه بنقول لا طبعا نازم لكن احنا اللعب